نلتقي بحضراتكم في دقائق سريعة في أعقاب اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي نعقد اليوم السبت 15 يناير بمقر النادي الأهلي بالجزيرة بتشكيله مكتملا برئاسة الكابتن محمود الخطيب الحقيقة هذا الاجتماع هي الجلسة الثانية في هذا العام يناير 2022 ويتم فيه اعتماد محضر الجلسة السابقة اللي كان في 1 يناير 2022 كمان رحب الكابتن محمود الخطيب رئيسي النادي بالسيد العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة بعد أن حضر الجلسة للمرة الأولى بعد أن قامت اللجنة الأولمبية المصرية باعتماد تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي بكامل هيئيته في هذا الإطار الحياة الكابتن محمود الخطيب كان حريص على التأكيد على متانة العلاقات تربط النادي الأهلي بكل المؤسسات الوطنية معربا عن تقديره لهذه المؤسسات في إطار من التعاون المستمر بإذن الله الحقيقة أن مجلس الإدارة أيضا أكد على ضرورة أو اعتمد صرف مكافأة مالية قدرها شهر العاملين في النادي بمناسبة أن عقاد الجامعة العمومية العادية وجهدهم الكبيرة فيها الجامعة الأخيرة التي تم فيها انتخاب مجلس إدارة جديد خاصة بعد أن أصبح المجلس مكتملا بتشكيله وبكافة عناصره ثالثا الحقيقة أن المجلس أعتبر هذه الجلسة ممتدة جلسة مفتوحة لاستكمالها في وقت لاحق وده بسبب الحقيقة دراسة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية في النادي الأهلي الأمر الذي ارتقى معه المجلس أن هذه الأمور لا تحتاج إلى قرارات سريعة ولكنها تحتاج إلى دراسة متعمقة ومتأنية ومزيد من النقاش والدراسة لذا اعتبر الجلسة ممتدة واستكمال طرح ومنقشة هذه الموضوعات واتخاذ قرارات فيها في الجلسة المقبلة بإذن الله سنسعيد على حضراتكم كل التحية لجمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان ودائما أبدا الأهلي في المقدمة ومصر الكبيرة دائما في القلب